السلام عليكم ولبس عليكم اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ومحبا بكم في فيديو جديد في القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الملاقية بالعقيق سهلة وخفيفة وتقدر تلاقي بها القميص كمال الفوق وحتى تقدر تديرها في نص تحت نص طوق تقدر تخدمها بها جلبة او القميص كنحتاج لها الحرير المبروم على الاسدية الشعرات والبراء المرسة او الاسبعة بالنسبة للعقيق سنحتاج لعقيق لازم والرود لكي يكون هكا النمراء ثلاثة او لا جوج على حساب انتو ما بغيتوه صغور باستفق او لانه عندي هنا النمراء ثلاثة سنبدأ ان شاء الله كما كنت لكم الحرير مبروم على ثلاثة اول حاجة سنتبت الحرير في التوب هذه الملاقية سنحتاج لها الجوج الغريزة الغريزة سنقوم بالبناء لجوجة الغريزة ملاقية خفيفة وسهلة سنقوم بالبناء وكتجي رائعة في شكلها هنا بعد مدرسة الغريزة سنقوم بالبناء سنقوم بالبناء الغريزة هنا ونضرب في التوب نقوم بالبناء سنقوم بالبناء قليل سنقوم بالبناء سنقوم بالبناء فترين بتبقى هذا الملاقية سنقوم بالبناء تبقي ملاقية بيزر سوف نكمل هذه المسافة لكي لا يوجد الفيديو طويل ونرجع معكم لكي نرى الطريقة كيف نركبه بالنسبة لهذه المسافة سوف نخدم المسافة سوف نخدم المسافة تقريباً ونرجع معكم سوف نخدم المسافة سوف نحن ندرب في المسافة سوف ندرب المسافة نبدأ على الطريقة نرجع مع جوجة الغريزة غرزة الأولى الثانية نضرب في المسافة الزظة الأولى نرسل الخيط ونعود على اخرج هذه نرسل الخيط ندخل هنا في هذا الغريزة نرسل خيط نستطيع الغريزة ندخل الخيط المسافة على قد العقيقة على قد العقيقة ضرب في الثوب على قد العقيقة نقوم بالخويط من قرضها امرأي على قد العقيقة نقوم بالجهة المقابلة نقوم بالطبع نضرب في الثوب نضرب الخويط نضرب غرزة نضرب غرزة نضرب نضرب الغرزة نضرب نضرب ونضرب نضرب 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 نود نطرف نضرب نضرب هذا الخوية هذا اللي داخل في العقيقة ندير فيه غرزة نمشي الجيان المقابلة ندير غرزة في توب ندير غريزة هنا يا أنا عندي جوزة الغرزات يا في الأصل ندي جوزة الغرزات يعني درد بغرزة الأولى غريزة الثانية هاي الغريزة الثانية نديل الغرزة هاي الغريزة هنا هاي الغريزة هنا هاي الغريزة هنا هاي اخلي الخيط الغرزة الاخيرة نجيب عقيقة نخلي المسافة ديال على قد العقيقة ونضرب في التوب على قد العقيقة وهذا الخويط هذا اللي داخله في العقيقة نضرب فيه غرزة شطورة سهلة نمشي نيشان بلاصة تنين على قد العقيقة نضرب في التوب ندير غريزة نرجع في هاد الغرزة هادي هادي كان نرجع ندير فيها غريزة وعده باش نضرب في هاد الغرزة اللي من هنايا لحد العقيقة نرجع في هاد الغريزة ثاني وندير عقيقة طريقة سهلة بزاف ندير عقيقة نخلي ثاني المسافة على قد العقيقة على قد العقيقة نضرب في التوب هنا انا انا تسلى لي الخيط غادي ندير خيط اخر ندخل هادي 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 نختم عليه شوية ونقطعه سافي هنا بعد مدرة الخيط الاخر غادي نجيل هاد الخويط هاد اللي تطالع في اللي في الداخل في العقيقة ندير فيه غرزة ونمشي لجيه المقابلة غرزة في التوب وندير عقيقة في هاد الخويط هاد نخلي علاقة الدقيقة علاقة اعفوان علاقة الغرزة ما عرش انا مالي مع العقيقة اليوم علاقة الغرزة واحدة ونرجع نخلي الخيط هاكا عندي نرجع في هاد الغرزة هادي نرجع في الغرزة ونخلي الخيط نشي ها الخرا ونضرب هاد الغرزة الهنايا ندور الخيط تاني عندي وندير غرزة في هاد البليسة هادي كيجي هنا بحل شكل متلت بابين كل عقيقة وعقيقة هادي نجيب تاني عقيقة هادي نجيب تاني عقيقة ونضرب هذه الغرزة احنا في نسبة لبلاسة عقيقة وقامل لا تساعدوا كل ما بغيتو ان ستاعدوا في مسافة كتر من هادي او لاقل بغيتوا عدد العقيقة تكتر من هكا او لاقل ما بغيتون انتوهم ان ستطلع لقض الملعقة ونضرب في ثوب حسنا لا سنضع ونضرب الغرزة ونضرب في غريزة ونضرب في الغرزة نضرب في هذا الخوية هذا غريزة و نرجع في هذا الغريزة هذي دور الخيار تلديك الجيهة و ندخل بره هنا نرجع في هذا الغريزة هذي سوف نقوم بحقيقة نضرب في هذا الغريزة نضرب في هذا الغريزة نضرب الغريزة هنا نضرب في هذا الغريزة لا قد نعود زيزة بحقيقة سوف نقوم بحقيقة نضرب في هذا الغريزة نرúblic ان قنا ن يأتي謝謝 اضرب في هذا الغريزة نضرب في هذا الغريزة نضرب نستطيع سوف ندخل سوف نحسب الغريزات من الغريزة في التوب 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14 سوف نحسب الغريزة في التوب سوف نحسب الغريزة في التوب وعادة لنقوم بإستمرار سوف نستمر بهاد ونرجع معكم اذا لم تفهمت شيئا سوف تعود الفيديو من الأول سهلة طريقة تقوم بإستمرار نفس المسافة لا تقوم بإستمرار 14 غرزة وإستمرار 1-3-4-5-6 يمكنكم تفهمت كتر مثلا الكثير من الأساس هذه المسافة كلها غير هذه المسافة وقد تفهمت تفهمتها غير المسافة لانتم تتحكموا في الشكل الذي يريد سوف يتكملون بهذه الطريقة كما قلت لكم تفهمت هذا المسافة نفسها تفهمتها في القميس أو في الجلبة كاملة بالنسبة للعقائق لا تفهموا بالهاجل كبير خدموا بالعقائق للمرة ثلاثة او للمرة جوش باش كي يجيكم هكا بحال رندر قيق وزوين وصغير ما يجيكمش للعقائق اغليض كبير بززاف ما كي يجيش شكل ديالو زوين ومن الاحسن تخدموه خدامين خدامين غا تخدموه ببياسة ديالكم او لقميز او لجلابة ما تخدموه بعقائق اللي يكون عيان و يتقشر اختاروا عقائق اللي يكون من جودة عالية كم زيان ما كي تقسرش و ما كي يخسرش الشكل ديالو باش سبقاليكم الخدمة ديالكم دائما هكا كم زيانة نتمنى يعجبكم الفيديو دياليوما البنات ما تنسوش ليال لايك وتبارتاجيوا مع البنات اللي مهتمين بالخياطة ولكنتو اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر ابوني وتفعلوا الجارس باش هكا يوصلكم كل جديد شكرا وانطلقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله و كما نقول لكم دائما لما فهمت شي حاجات خليلي في التعليق ان شاء الله نعود معكم من جديد شكرا لكم اطلقوا فيديو الجاي ان شاء الله